في تأكيد على تقدم القوات العراقية المشتركة ضد تنظيم داعش في صلاح الدين أعلن الحجد الشعبي عن مقتل القائد العسكري للتنظيم في بيتجي المدعو أبو شامل الشيشاني مع العديد من المسلحين خلال عملية نوعية في محيط القضاء وأكدت القوات الأمنية المشتركة أنها أحكمت الحصار على مدينة بيتجي وأن الساعات المقبلة ستشهد تحرير المدينة بالكامل أما في الأنبار أعلن الأمين العام لمنظمة بدر أن أبهاد العامري عن تحرير منطقة نظم الثرثار شمالية الرمادي بالكامل من سيطرة مسلح التنظيم داعش مؤكدا على فك الحصار عن الجنود المحاصرين هناك وفي وقت هاجم فيه الطيران العراقي مواقع لداعش في منطقة جزيرة الخالدية شرقية الرمادي صدت قوات الجيش هجوما للتنظيم على منطقة نظم تقسيم كما تزامن ذلك مع وقوع اشتباكات عنيفة مع المسلحين في منطقة حصيبة الشرقية من جهة أخرى قصفت قوات التحالف الدولي الذي تقوده لولايات المتحدة الأمريكية مقر الفرقة الأولى التابعة للجيش العراقي في الفلوجة ومقر الفرقة السابعة عشر وقاطع عمليات تابع للحجد الشعبي في الكرمة ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود وكالعادة ادعت قيادة التحالف أن القصف جرى عن طريق الخطأ وحول حرب المياه التي ينفذها التنظيم ضد المدنيين انخفضت مناسب نهر الفراد بشكل كبير في مناطق تابعة للأنبار بعد أن أغلق مسلحو التنظيم بوابات سد الرمادي قبل أربعة أيام من جهته ناشد مجلس المحافظة الحكومة المركزية بضرورة الإسراع في تحرير سد الرمادي قبل وقوع كارثة إنسانية بسبب توقف مدخات رفع المياه بسبب انحصار مياه النهر